حلقة يوم الخميس في ختام هذا الأسبوع والاستعدادات متواصلة والاستعدادات لمباراة الهلال السوداني والنادي الأهلي في جولة الأخيرة مباراة الجولة السادسة من مباراة المجموعة الثانية لدور أبطال إفريقيا مباراة بالتأكيد يسعى فيها النادي الأهلي إلى إحراز السلاسة نقاط والخروج بنتيجة إيجابية من أجل ضمار التأهل وصدارة المجموعة وعلى أقل تقدير التأهل إلى مرحلة الدور الرمع النهائي ومباراة تدور أبطال إفريقيا دور السمانية إن شاء الله هدف مهم جدا للجهاز الفني وللعبين وللإدارة وللجماهير قبل كل شيء من أجل تخطي هذه المجموعة المعقدة بالنتائج التي لم يتوقحها أحد وفي النهاية إن شاء الله النادي الأهلي سيكون على قدر الحدث والفريق واللعابين سيكون على قدر الحدث في هذه المباراة الكبيرة بعثة فريق النادي الأهلي ممكن النهاردة غادرت مطار القاهرة الدولي في حدود حوالي الساعة الرابعة والنصف عصرا وفي هذه اللحظات خلاص في الطريق إلى السودان والوصول إلى مطار الخرطوم إن شاء الله لأخذ هذه المباراة الهامة جدا اللي تم الاستعداد لها من جميع الجوانب قدامكم هي بعض الصور واللقطات اللي تم التقاطها صباح اليوم أو عصر اليوم في مطار القاهرة الدولي بعثة برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي هيكون على رأس باسة فريق النادي الأهلي في هذه المباراة وفي هذه الرحلة كابتن شريف إقرامي القائمة اللي تم اختيارها في مباراة الهلال السوداني والإن شاء الله بإذن الله هيكون الفريق فيها على أهبة الاستعداد والجهزية لهذه المباراة الكبيرة لا صوت يعلو في الأهلي حاليا فوق الأصوات المتعلقة بالاستعداد لمباراة الهلال وكل الأمور في النادي مسخرة بشكل كبير جدا لتزليل كافة العقبات للفريق من أجل تحقيق المهمة المطلوبة التعادل وحده فقط طبعا كفيل بأن يضع الأهلي في الدور ربع النهائي لكن كلنا عارفين أن النادي الأهلي دايما وأبدا لا يلعب إلا للفوز الفوز واحده هو من يرضي طموح جماهير النادي الأهلي وعشاق النادي الأهلي في كل مكان وأيضا كمان مسؤولين وجماهير ومحبين ولاعبين وكل من ينتمي لهذا الكيان الكبير بالتأكيد خلال الفترة اللي جاية في كده معتقدات لازم نكون حطينها ما بيننا والمعتقدات الأساسية والرئيسية بيننا احنا كإعلام أو كجمهور في النادي الأهلي أو مسؤولين أو أجهزة فنية ولعبة وده عقيدة مترسخة داخل كل لاعب في النادي الأهلي وده المعنى اللي الجهاز الفني بيؤكد عليه مع اللاعبين وتم حتى الكلام ده في المحاضرات اللي تمت خلال الأيام الماضية وتحديدا منذ نهاية مباراة النجم الساحلي وتصدر الأهلي المجموعة في انتظار جولة الحسب والجولة السادسة وهذا الاعتقاد هو متعلق بضرورة أن يحقق الأهلي انتصار في السودان من أجل التأهل وصدارة المجموعة لأن الأهلي كبير وكبير إفريقيا دايما بيكون مرشح للفوز باللقف دي مسؤوليات ومعتقدات كلنا عارفينها وبنشتغل عليها ومعروفة بالنسبة لنا دايما جوه النادي الأهلي وده مدرسة النادي الأهلي الجيل من الحالي من اللاعبين عارفين أهمية المرحلة الحالية جاز الفن نتكلم معهم كابتن محمود الخطيب كان عمل أكتر من جلسة واكتمع باللاعبين خلال اليومين اللي فاتوا قبل السفر وكمان وجوده على رأس بحسة فريق النادي الأهلي المتجه إلى السودان ليها معاني كثيرة جدا طبعا الكابتن محمود الخطيب له شعبية كبيرة وشعبية جارفة أيضا كمان في السودان فوجوده في مثل هذه الأحداث الرياضية بتبقى لها جوانب استفادة كثيرة جدا لكن على الجزء الأهم أو الجزء اللي يهمنا هو جوى الفريق إن العباء لما تحس إن عندها رمز كبير رئيس النادي بنفسه موجود في مباراة حتى لو مباراة في دور المجموعات أو في دور السبتاشر ده ليه مجلول وليه رسالة ورسالته إن الجماهير كلها في ظهر الفريق ومعاكم ومسندين ليكم وكلنا في مركب واحدة إن شاء الله بإذن الله عندنا مباراة كبيرة إن شاء الله نقدر نعمل فيها نتيجة إيجابية والكل عارف طبعا صعوبة المواجهة صعوبة المواجهة مش من الموقف المتعقد في المجموعة لا صعوبة المواجهة كمان في الأجواء الجماهرية الأجواء اللي كانت محيطة بالمباراة خلال اليومين اللي فاتوا عاقب نهاية مباراة الجولة الخمسة سواء لما الهلال رجع من زنبابوي بانتصار على بلاتينيوم أو حتى لما فاز النادي الأهلي على النجم الساحلي في استاد السلام يوم الحد اللي فات فبالتالي معروف كلنا أو كلنا عارفين طبعا إن البطولة أوقات كتيرة جدا ممكن تمر عليك بصعوبات معينة لكن في النهاية الصعوبات دي هي اللي هتثبت أحقيتك في اللقب لما تتخطاها المجهود اللي انت بتعمله طوال البطولة أو طوال فترة البطولة مش في فاينة للكاس أو في مباراة النهاية فقط لا ممكن تقابلك صعوبات في دور الاتنين وثلاثين ممكن تقابلك صعوبات في دور الستاشر ودور المجموعات في مرحلة النوك قوت في الأدوار النهاية من دور التمانية في النهاية أنت قدرتك وإمكانياتك بتبان ومعدنك من المواقف الصعبة اللي زي دي في مجموعات ممكن تكون انتهت والكل عارف خلاص الطرفي المتأهلين من كل مجموعة سواء من المجموعة الأولى أو الثالثة أو الرابعة وفي فرقة تأهلت بعدد نقاط أقل من عدد النقاط اللي حقاها الأهلي وهو حالين في الصدرة بعشر نقط لكن في النهاية لما تفوز باللقب أو لما توصل الأدوار النهائية أنت بتوصل الأدوار النهائية وانت كان قدامك مطبط كثيرة جدا لكن أنت عشان البطل تخطط هذه المطبط إحدى هذه المطبط مباراة الهلال السوداني قدراتك وإمكانياتك لو عايز تفوز بالبطولة لازم تكسب بالهلال وازم تعمل نتيجة إيجابية ولعب النادي الآلي عمرنا ما قلنا عليهم في أي مباراة خارج الأرض أو داخل الأرض أنه بيبقى فيه دغضات لأن لعب النادي الآلي أو التشيرت اللي بيتديه تشيرت النادي الآلي بيكون على قدر الحدث وعرف مسؤولياته في هذه المباراة الكبيرة والمباراة الصعبة لو هندرب أمثلة بأجيال سابقة كانت كثيرة يعني مثلا في 2001 أنت وصلت المرحلة أنك لازم تكسب في الجزائر وتكسب شابب بلوزداد عشان تتواصل المشوارك في البطولة وتكسب البطولة وبالفعل بعد الخسارة من بيتر قتلتك في القاهرة رحت بلوزداد وكسبت شابب بلوزداد بهدف مقابل لاشي المكسب ده أهلك للسيمي فاينال كان فيه استضام مبكر مع الترجئ التونسي عملت نتيجة لم تكن موفقة في لقاء الزهاب وتعدلت 0-0 لكن قدرت في المنزة اللي كان ملعب صعب جدا على أي فريق مصري يعمل نتيجة إجابية عادة من تونس بتعادل إيجابي ومن ثم تأهل الأهل المباراة النهائية وفاز على ساندونز بسلاسية في لقاء العودة في القاهرة فبالتالي البطل بيبان سورته وموقفه ودوره في البطولة من المطبط الصعبة دي ده مطب احنا قلناها كان في مرحلة في فترة سابقة عام 2001 في مطبط أخرى الأهل تعرض لها في مباراة كثيرة في بطولات كثيرة في النهاية لما بتفوز بالبطولة انت بجد بتبقى جدير بيها وهنا تذكر بطولة 2013 لما لعبت مع أورلاندو بيراتس بطل جنوب أفريقيا أو أورلاندو بيراتس بطل جنوب إفريقيا واتغلبت بسلاسية في ملعب الجونة في عز الحر والصيام لكن قدرت بشخصيتك وبقدراتك وبإسم ومكانة النادي الأهلي انك تتصدر المجموعة تفوز على الزمالك تكسب بطل جنوب إفريقيا في المباراة النهائية لما تتقررت المباراة في ختام البطولة وقدرت تتم نتيجة إجابية وتكسب الفريد ده في المباراة النهائية وفوزت باللقم عام 2012 ما كانش فيه دوري وفوزت بدورة أبطال إفريقيا الأهلي دايما معدن اللعيبة ودور اللعيبة وإمكانيات وقيمة الأهلي بتبامل الموقف الصعبة مباراة الهلال السوداني مباراة صعبة لكن سبق للنادي الأهلي خط كثير من المباراة بنفس القوة والحماس في مباراة خارج الأرض وقدر يعمل نتائج إجابية وتأهل الأدوار النهائية فبالتالي فيه ثقة كبيرة جدا إن شاء الله من اللاعبين من الجماهير لدى اللاعبين والجهاز الفني على أنهم إن شاء الله يكون على قدر الحدث ويعملوا نتيجة كبيرة وأي أن كانت المباراة اللي أنت بتلعبها خارج الأرض حتى لو كانت في أجواء جماهرية ممكن تكون فيها شيء من الحماس أو فيها شيء من زيارة الحماس اللي ممكن يعني قدر إمكان يكون خارج إطار الروح الأرضية شوية لكن في النهاية أنت جوه الملعب في التسعين دي بتقدر تحقق الهدف اللي أنت عايز توصله أيا كانت الأجواء الجماهرية اللي حواليك أيا كانت الظروف اللي ممكن محيطة بيك الأهلي موجود في السودان ما بين أهله وناسه وأحبابه جماهير الهلال السوداني أو جماهير النادي الأهلي العلقات ممتازة الأهلي لم يوصل الخرطوم خلال لحظات أو خلال دقائق في جماهير كبيرة جدا من نادي الأهلي وجماهير الأهلي موجودة في المطar بتستقبل فريWindow مصري هناك كتير والسودانيين في مصر كتير فبالتالي هالمباراة أنا مش باعتبارها خارج الأرض لا أنا باعتبارها مباراة هتكون ما بين ناديين عربيين فيه علاقات وكبيرة بين الجماهير على المستوى الشخصي والرسمي وأيضاً كمان على المستوى الرسمي ما بين الناديين لذلك إن شاء الله بإذن الله هذه المباراة هتأكد أحقية النادي الأهل في الأصول للأدوار النهائية ويكون جاهز إن شاء الله لاخد هذه المباراة وتصدر المجموعة والتأهل للأدوار